السلام عليكم قبل أن تفرش في الحلقة هذه الزوايا لا بد أن أتفرش في الحلقة الفايتة لذلك كان هناك مفاهم ثم سنستعملون في الحلقة هذه إن شاء الله تعالى بسم الله وعلى بركة الله تعالى قلنا في الحلقة الماضية أن أهم ما يميز الشعاع هو الاتجاه في الغادي إذا بلص ما نبقى نرسم الشعاع غادي للمال نهاية نبقى نرسم قصير شوية ولكن تسلي بواحد السهم يعني أن هذه الشعاع بادي من الأصل الغيجين وغادي جاية السهم للمال نهاية كما يشتش لنا الشاشة كاملة بعدنا هذا الشعاع الذي قدامك بادي من نقطة A اللي هي الأصل وغادي فتجاه النقطة B إلى المال نهاية وعدنا واحد نقطة أخرى سي هذه الشعاع مابقاش عاجبني أنه غادي فتجاه النقطة B بل لأن ذلك التجافي المشاكل وبغيت ندور هذا الشعاع فتجاه النقطة C طبعا بل يحتفظ بنفس الأصل اللي هو والسؤال هو من هذا الشعاع غير الاتجاهه من نقطه بالنقطه السيء بش حال دار وش ممكن ان تحسب ذلك الدوران دياله دابه هنا كان يجوش حوايج سهله علينا نتبعه او نتراكيه هذه الحركة اللي دار الشعاع يعني حركة الدوران اول حاجة هي الاحتفاظ بالموضع البدئي اللي كان فيه هذا الشعاع قبل ما يدور بش سهل علينا عش نعرفه فين كان هات الشعاع في الاصل وتيو اللي تسمى بالجانب البدئي قطة إنيسيال وطبعا إذا كان جانب البدئي غيكون واحد الجانب النهائي قطة تغمينال واللي هو اللي نوصل ذاك شعاع من النظار ومن انت واللي وعد نهجو الجوانب ذاك الاصل ما تبقاش يتسمى اصل ولكن انت واللي تسمى رأس الزاوية الصومي الحاجة الثانية هي نحتفظه بالاثار ديال هاد الدوران لطراس دياله وهو ذاك القوس الدائري اللي تترسم به للجانب البدئي والجانب النهائي واللي يرسمه انا بالخضر وهذا كوالي تسمى الزاوية والسؤال دابا واش يمكني تحسب ذاك الاثار لطراس اللي اسميته الزاوية ويلاءه كيفاش نقدروا نحسبوه باش نجاوب على هاد الاسئلة خسنا نحل واحد المشكيل ابدا هو انه باش هاد الشعاع ينتقل من الجانب البدئي افتجابي الى الجانب النهائي افتجاه السيء يقدر يئيما يشد اقصر طريق يدور منها ويقدر يئيما يشد الطريق الطويلة ويدور منها فهناكا ولابود داتي خسنا نحددوه في اي اتجاه درهات الشعاع لحقاش الدورة اللي اضربها الشعاع في المرة اللولى راها ماشي هي الدورة اللي اضربها في المرة الثانية يعني الاثار لطراس او الزاوية مختلفة وباش نساهلوا علينا المأمورية تم تحديد الدواران في اتجاه اكس عقارب الساعة هو الاتجاه الموجة بالدواران والدواران في اتجاه عقارب الساعة هو الاتجاه السالب للدواران مزيان هذا كيف مادرنا مع النقطة في الحلقة الفيتا حتى الزاوية تقدر تعطيها اي اسمية باش تألمها من انت يكون عندك جوز زوايا بحال هكا اللي مشتاركين في الرأس وفي الجوانب غالبا انت تلقاهم تسميهم بأحرف لاتينية بحال الفا بيطا تيطا قاما انت غادي وهات الشي باش تجنب ان الواحد يدوخ فتتبلي عارف ان مثلا تيطا هي الزاوية للداخل وغاما هي الزاوية اللي برا طبعا كانت انت أسمية اخرين وخصوصا انت تكون عندك غير زاوية وحدة فكان الذي اختار اسميها انطلاق من الرأس اللي تدعو عليه يعني الزاوية فالأ كذا colorรمز الى او يعني الزاوية وهذا ما الرمز له هذة الس ميال الثالثة اللي تتميز مثل عين بحال بأس اي لك نأتضارك من بي الى أس او السيוא�inte ايضا يعمل تزول تلك الرمز ليحين الحروف للدلالة على الزاوية وهنا جاء الجواب على السؤال اللي طرحناه قبيلات واش يمكن نحسبو هات الزوايا وإلى آه كيفاش نقدرون نحسبوهم والجواب هو آه نقدرون نحسبوهم وباش نحسبوهم خصنا نحضو وحدة قياس باش نقياسوا بهات الزوايا قلنا أن الزوايا ما هي إلا أثر لدوران شوع وبالتالي خصنا وحدة قياس نحسبو بها هات الضوران هذا اللي ما فهمشنا هي وحدة قياس بحل متر في قياس المسافة أو لليتر في قياس حجم السوائل وهكذا تقولوا أن ناس زمان حطوا 360 كعبار أو كقياس لدورة كاملة دورها وحدة شوع أي إلا بدأ من بلاسو وضرب الدورة ورجع البلاسو فهو تقولوا له ضرب 360 درجة إما في الاتجاه الموجب أو الساليب والدباء يقدروا يجيوا كفراتك جوجي أسئلة أولهم علش 360 بالطبط مرة أخرى تقولوا ناس زمان أن 360 اختاروه لحقاش 360 معروف بالقواصم الكثيرة دياله واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة ثمانية تسعوه اتناش خمسةاش وانت غادي المهم صلاتك الفكرة وبالتالي تقدر تقسموش حال ما بغيتي وهذا تخلق واحد الثلاثة فليكسبيلي ديف التعامل مع الزوايا ولكن را كان بإمكان يكون بلاستيك 360 أي عدد أخر مثلا ألف وبلاصمة الزوايا القائمة تكون هي 90 درجة كانت تكون هي 150 درجة والسؤال الثاني شنا هي ديك درجة دوغري صراحة ما عرفتش بحالك تقول لي شنا هي كيلو متر هنقولك هي ألف متر هتقول لي وشنا هي متر هنقولك هي ألف ميلي متر فهذا مجرد أسماء التعطاء والوحدات القياس العبارات والدرجة دوغري تا هي اسم التعطاء الوحدات القياس الزوايا وهنا يعد نجوج أنظمة لوحدات قياس الزوايا النظام الأول هو نظام الدرجات العشرية سيستام دوغري دي سيمو واللي را تقرره لك من الابتداء يوقعها والنظام الثاني هو نظام الدرجات والدقائق والثواني سيستام دوغري مينوت سيقوند ونضروع لهذا شي شوية فالنظام كل درجة دوغري تتسوي 60 دقيقة وكل دقيقة تتسوي 60 ثانية الدرجات يترمز لها بالدائرة اللي معروفة والدقيقة تترمز لها بريم والثانية تترمز لها بجوج بريمات أي أن كل درجة تتسوي 3600 ثانية باش تيفكركم هاتشي النظام الستين دي سواياياك ولكن هذا النظام ما بقاش تستعمل في الزوايا لحقاش ما بقيناش تحتاج الفواصل في حزاب الزوايا أثناء التعليم إلا نادرا زائد ولينا تعتمد على النظام العشاري أكثر من النظام الستيني في الزوايا بمعنى مثلا هذا اللي قدامك تسوي واحد العبار ذي الشي الزاوية بقدر 45 درجة و 57 دقيقة و 13 الثانية بالنظام الستيني باش تحولوا للنظام العشاري غا تقسم 45 على 1 و غا تقسم 57 على 60 و غا تقسم 13 على 3600 باش كل شي تحول الدرجة و الدبا غا تزيد 45 على 57 على 60 على 13 على 3600 و غا تعطيك هي 45 زائد 0.95 زائد 0.036 والتي هي 45.9536 درجة بالنظام العشاري ولكن ما سيحتاج شي زاوية بهذا التدقيق وهو تحاول يشرح الزاوية للدراري المهم فهمتوني دعونا في النظام العشاري للدرجات هذه غير نبدأ بسيطة كي اللي غا يسبوني ذا با واتفينا واصح بالراضيان اه نقول وصبر على خبيزتك جايك جايك ان شاء الله تعالى سوف هذه الحلقة سوف تحلق حلقة اخرى ان شاء الله تعالى لبا بما ان الضواران او بما اننا حددنا الضواران ديالشي شعاعي يقدر يكون في الاتجاه الموجب او في الاتجاه الساليب بحث الزاوية النتجة لذلك الدوران تقدر تكون موجبه وتقدر تكون ساليبه فما تتعجب شي لالقيتي شي زاوية وهذا يعني بكل بساطة ان ذاك الزاوية ضرت بتسعتاش الدرجة ولكن في الاتجاه الساليب مو بس دبيل واحد شعاع ضرب زاوية ما بين واحد overhe alter فهاز الزاوية تتسمى زاوية حادة الى ضرب زاوية 90 درجة فهاز الزاوية تتسمى زاوية قائمة الى ضعوة الى ضرب زاوية ما بين 1991 تال و Forever فهاز الزاوية تتسمى زاوية منفرجة الى ضرب atom الى ضار بالزاوية 180 درجة هذه الزاوية تتسمى مستقيمية الى ضار بزاوية أكبر من 1834 ولكن أصغرب من 360 درجة فتتسمى starter منعكاسة الى ضار بزاوية 360 درجة يعني دورها كاملة فهذه تتسمى order كاملة 及ا تستمر باللقص اخيرا عندما تتسمى جد وليس لديه زاوية أو زاстр فتتسمى زاوية منادمة أيضا إذا عندك المجموعة الجوز الزوايا مختلفين 99 درجة فهذه الزاويتان تسمى زاويتان متتامتان وإذا عندك المجموعة الجوز الزوايا مختلفين 280 درجة فهذه الزاويتان تسمى زاويتان متكاملتان وأخيرا إلى المجموعة الجوز الزوايا مختلفين 360 درجة فهذه الزاويتان تسمى زاويتان مترافقتان Angle Conjugue أو Angle Ex Complimentaire آخر حاجة التي نختمها هي أنني نفكرك بأول شيء قلتها لك في الحلقة الفايتر وهي أننا نخدمين في بعدين وبالتالي هذا الشيء الذي يمكنناها كامل يكون من الأفضل لو أننا نتنخدم به في واحد المعلمة ومنظمه متعامد أهمية هذه المعلمة كانت أنه لديك الطول والعرض مرسومين مثلا أن تستطيع أن تأخذ الطول هو الخطة X أو محور X والتأخذ العرض هو الخطة Y أو محور Y وكاينة أهمية أخرى هي أن أي نقطة يمكن أن تحددها تماماً في الكاينة تدير لها غير الإسقاط محور X أو Y وتعرف رأسك فين خدام وليس بحال قبل في أن تتخدم غير في السماء وهذا شيء سيكون يعاوننا بزاف مستقبلاً إن شاء الله تعالى دبيلة عندك رأس الزاوية الصومة تتصدف مع أصل المعلم والجانب البدئي القطة إنيسيال تتصدف مع الجانب الموجب للمحور X بحل نيت هذا المثال لقدامك فهذه الزاوية تقول عليها أنها في الوضع المعياري أو النمطي وبالتالي في الزاوية الحادة الأيقو التي ضايرة في الاتجاه الموجب تتكون دائماً في الربع الأول للاها المعلم هذاك الذي بالزرق البهت والزاوية المنفرجة التي ضايرة في الاتجاه الموجب تتكون في الربع الثاني هذاك الذي بالبرتقال البهت والزوايا المناكسة الغونتخو اللي ضايرها في الاتجاه الموجب تتكون دائما يا إما في الربع الثالث أو الرابع هات الجوج اللي التحت بالأحمر طبعا في الاتجاه السالي بتتقريب الترتيب بينما الزوايا اللي تكونوا لمحور إكس أو محور إيجراج سواء الموجب أو الساليب تتسمى الزوايا الربعية أونغل كادغونتو لحقا سيوقف على الأربع ديال المعلم حال الزوايا القائمة والزوايا المستقيمية والزوايا 270 درجة والزوايا الكاملة أيضا الزوايا اللي عندهم نفس الجانب البدئي ونفس الجانب النهائي ولكن لقيمة الزوايا مختلفة تتسمى الزوايا مشتركة الطرف أونغل كو تغمينو مثلا شيشوعة عدار في الاتجاه الموجب والآخر في الاتجاه الساليب فعندهم زوايا مختلفة ولكن تبدأوا يحبسوا في نفس البلاصة أو شيشوعة عدرب جوج دورات أو ثلاثة دورات وحبس في نفس البلاصة مع الشوعة اللول فتاهة جوج الزوايا تتسمى الزوايا مشتركة الطرف في الاخر نسيت راسي بقيت كن قدر الفيديو تلف جر وخرج ملقيت شتاكس هنا غدي أدار جديد الحلقة غتحب سنايا الحلقة الجاية ان شاء الله تعالى سندخلوا للصح ما تنسوش خوتكم في غزة والسودان وفي كل مكان عاونوا إلا قدرتوا تعاونوا فراخ وطنة يموتوا بالجوع حرفيا وإلا ما قدرتش تعاون على الأقل قاطع أدعي معهم فذلك أضعف الإيمان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته